السلام عليكم و مرحبا بكم معي في القناة ان شاء الله تكونوا في صحة جيدة و تكونوا بخير و على خير و تابعوا معي الفيديو حتى الاخير و لا تنسوا تشاركوا في القناة و تضغطوا على الشرس بجدائما ان شاء الله تتواصلوا الجديد بسم الله انا عندي هنا يجج حبات البيض يكونوا في درجة حرارة المطبخ و عندي نسكاس دية سكر ساندة ما يعديل 61 غرام و عندي واحد الكيس دية سكر فاني و عندي هنا قبصة دية الملح صافي و سنبدأ نضرب مزيان هذا البيض مع السكر مع هذا القبصة دية الملح و نضربها مزيان حتى تولي على شكل كريمة نصمر لها بحال هكا في الضرب هنا انا كنخدمها بالضرب يداوي تقدروا لها الضربة لكتوب زروبين تقدروا الضربة لكهربائي نضرب مزيان نضرب مزيان نضرب مزيان الدقيق الأبيض و يكون من نوعية جيدة نضرب مزيان نضرب مزيان نضرب مزيان و نضرب مزيان و نضرب مزيان نضرب مزيان نضرب مزيان نضرب مزيان 200 غرام نضرب مزيان نضرب مزيان نضرب مزيان نضيف مصدر الزمعية 300 قرام دقيق نضيف مصدر الزمعية 300 قرام 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 سوف ندخل بعض الجنجلان ندخل الفران على درجة الحرارة 180 الفران ندخل الفران ندخل الفران على 180 درجة قبل الفران القاز ندخل الفران ندخل الفران ندخل الفران تجي طيبة ومحمرة وما تنسوش إلي عجبكم فيديو ما تنسوش شاركو في القناة واتضغطو على الجرس باش دائما إن شاء الله تتوصلو الجديد وليتيعجبو بحال هذه المعجانات ما تنسوش تخلوه لي في التعليق باش نبقى نحط لكم هكا المعجانات في القناة وغادي نخلكم مع الصور نقول لكم الصحة والراحة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة